في العاصمة الأردنية انطلقت فعاليات مؤتمر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن بمشاركة شخصية إعلامية وحقوقية وصحفية يمنية بالإضافة لحضور ممثلين عن المنظمات الحقوقية الدولية المجتمع اليمنين أصبح يعيش في مرحلة يعني يرثى لها والحقيقة أن الارهاب الحوثي أصبح قاثم على ملايين البشر من اليمنين الذين يستحقوا أن نبدل كل طاقتنا من عجل إيصال تلك المآسي إلى العالم عسى ولعل أن يكون هناك دور قوية بارج المنظمة الدولية في إغاثة اليمنيين المؤتمر جاء تحت شعار الحوثية حركة إرهابية حيث قام المنظمون بعرض وثائق وفيديوهات وصور توثق جرائم ميليشيات الحوثي الإرهابية بحق الشعب اليمني الحوثيين أصبحوا يشكلوا خطر على مستوى إقليمي يتجاوزوا المرحة المهلية ليتجاوزوا الموضوع الإقليمي بمستوى الانتهاكات المخيفة والمفزعة في كافة أنواع الانتهاكات ما تركوا شيء محرم ومجرم دولياً إلا وارتكبوه لا يخافون من شيء أصبحوا يعتادوا على كل ما يمكن أن يتصوروا الإنسان من عمليات قتل، نهب، تدمير، ساحل، اقتصاب، اختطاف، إخفاء قصري كل أنواع الانتهاكات التي تم تعريمها دولياً انتهاكات جزيمة عرضت في المؤتمر يشيب لها الأطفال وسط الظهول الحاضرين جراء السكوت المجتمع الدولي عن هذه الجماعة الإرهابية صرخة أطلقها اليمنيون من خلال هذا المؤتمر تهدف لإيصال رسالة إلى المجتمع الدولي تظهر مدى انتهاك ميليشيا الحوثي الإرهابية للإنسانية على أرض اليمن لقناة الإخبارية عبدالله خوالي عمان